شدد رئيس مجلس أشيوخ الدكتور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على أهمية أن يمثل الدبلوماسيون الجدد بلدهم مصر خير تمثيل وأن يسهموا بفعالية في حماية الأمن القومية مع التأكيد على مسؤوليتهم في رعايتهم وصلح المصريين في الخارج جاء ذلك خلال استقبله الدفع الخامسة والخمسين للملحقين الدبلوماسيين الجدد بمقر المجلس وأشد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بالبرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه في المعهد الدبلوماسي لتعزيز معرفة الملحقين الجدد بكفة جوانب العمل الدبلوماسي والقنصلية وتنمية المهارات اللازمة لأداء العمل الدبلوماسي بكفاءة لافتا إلى أن المدرسة الدبلوماسية المصرية عريقة وزات تاريخ عظيم